اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة توظفهما قطر في ساحات القضاء الدولية كما فعلت في القضية التي رفعتها منفردة ضد البحرين في محكمة العدل الدولية بلاهاي وقد اسس لهذه السلوكيات مجتمعة امير قطر السابق حمد بن خليفة الثاني ليورثها ذخرا لابنه تميم من بعده لعلها تفيد في مواجهته عاديات الزمان وليس تزوير قطر لاثنتين وثمانين وثيقة تقدمت بها الى محكمة العدل الدولية مدعية زورا وبهتانا بواسطتها ملكيتها على جزر حوار وجزيرتي فشت الديبل وقطع الجرادة هي اخر عمليات التزييف والغش والخداع التي تنتهجها قطر لكسب القضايا على حساب دول هي في العرف دول شقيقة لقد صارت عمليات التزييف امرا مألوفا لحكام قطر وهي ممارسة مستمرة برسم الاكتشاف لهشاشة سندها ولقطر في التزييف وحرف الحقائق تاريخ حافل فقد استغلت قطر في عام 1990 بانتهازية فاقعة حاجة دول مجلس التعاون الى وحدة الصف في القمة التي كانت تعقد في الدوحة للبحث في قضية غزو الكويت ففرضت في ابتزاز جلي على المجتمعين الموافقة على رفع قضية الخلاف بينها وبين البحرين الى محكمة العدل الدولية مستندة الى ما زيفته من وثائق بلغت 82 وثيقة للسطو على حق بحريني اصيل في ملكية الجزر محل الشكوى ولان القضية التي انعقدت القمة من اجلها في الدوحة جلل ولان حكام البحرين وشعبها على درجة عالية من المسئولية القومية ويقدرون الموقف السياسي والامني وعواقبه المحتملة على الامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي فقد استجابت البحرين الى مناشدة الدول الاعضاء لانقاذ الموقف ادعاء قطر بتبعية جزر حوار وفشت الديبل وقطع الجرادة ومنازعتها للبحرين على الحدود البحرية قصة جديرة بان تحكى في كل حين وان حتى لا ينساها ابناء البحرين ولا ابناء البلدان الخليجية التي نتقاسم معها الافراح والاتراح انها بحق قصة تحكي تراجعا مخيفا في الاخلاق ونقصا في الكرامة لدى حكام قطر وتماديا في نهج الكذب والجحود الذي لم يقد قطر الا الى ان تفرد افراد البعير المعبدي وتتحول الى عبء ينؤ تحت اثقال حمقاته وجرائمه ليس الظهر الخليجي فحسب بل وكذلك الظهر العربي الذي بات بحكم العبث القطري نهبا لعصابات الاخوان والمتطرفين والارهابيين وللعلم فحسب فان دولة قطر تستظهر هذا الخلاف مع الايام اكثر واكثر وتلوك تفاصيله المفبركة طبعا لانها وجدت فيه سببا من اسباب بقاء تنظيم الحمدين مهيمنا على مقدرات الشعب القطري اشتركوا في القناة